ثانيا مجبات الغسل على المؤمن أن يغتسل قبل الصلاة وقبل أن يتوضأ إذا قام بأحد تلك الأمور أو أكثر وتسمى مجبات الغسل إذا أجنب ويسمى هذا الغسل غسل الجنابة وتتحقق الجنابة بسبب أمرين الأول الجماع سواء خرج المني أم لم يخرج الثاني خروج المني وارتخاء البدن بعد خروجه سواء في النوم الاحتلام أو اليقظة إذا لامس المؤمن جسد الميت الذي برد جسمه قبل أن يغسل الميت ويسمى هذا الغسل غسل مس الميت إذا حاضت المرأة والحيض هو أحد الدماء التي تخرج من المرأة ويسمى هذا الغسل غسل الحيض النفاس للمرأة وهو خروج دم لفترة بعد الولادة أو سقوط الطفل ويسمى هذا الغسل غسل النفاس استحاضة المرأة استحاضة متوسطة أو كثيرة والاستحاضة هي أحد الدماء التي تخرج من المرأة ويسمى هذا الغسل غسل الاستحاضة ولكن تختلف فتوى المراجع بالنسبة إلى عدد مرات وجوب الوضوء والغسل قبل الصلاة وذلك بحسب نوع الاستحاضة لذا يجب الرجوع إلى مرجع التقليد وبعد أن يغتسل المؤمن يجب أن يتوضى ثم يصلي إلا في حالة غسل الجنابة أي الغسل بسبب الجنابة فإنه يغتسل فقط ثم يصلي لأن غسل الجنابة يغنيه عن الوضوء باتفاق جميع المراجع أما باقي الأغسال فهناك اختلاف في الحكم بين المراجع بين وجوب التوضع بعدها أم لا وللمزيد من المعلومات يجب الرجوع إلى مرجع التقليد أحكام من وجبت عليه أغسال عدة مثلا جامع امرأته ولم يغتسل ثم احتلم ثم لمس ميتا جسده بارد فإنه يجوز له أن يغتسل مرة واحدة بنية الجميع قد تختلف مسميات الغسل ولكن الأغسال كلها بنفس الطريقة وهناك طريقتان للغسل الغسل الترتيبي الغسل الارتماسي أولا كيفية الغسل الترتيبي قبل أن تبدأ الغسل الترتيبي يجب أن تعلم لأي سبب تغتسل مثلا بسبب الجنابة أو مس جسد الميت أو كليهما ولا حاجة لذكر النية شفويا فقد تكتفي المعرفة بسبب الغسل يتكون الغسل الترتيبي من ثلاث مراحل بالترتيب التالي المرحلة الأولى غسل كل الرأس والرقبة تغسل مستعينا بيديك كل الرأس والرقبة من جميع النواحي وخلف الأذنين وداخلهما المرحلة الثانية غسل كل الجانب الأيمن تغسل مستعينا بيديك كل الجانب الأيمن من جميع النواحي من الأمام ومن الخلف من الكتف إلى آخر القدم مع أسفل القدم وبين الأصابع ولا بأس إذا أصاب الماء الجانب الأيسر اشتركوا في القناة المرحلة الثالثة غسل كل الجانب الأيسر ثم تغسل مستعينا بيديك كل الجانب الأيسر من جميع النواحي من الأمام ومن الخلف من الكتف إلى آخر القدم مع أسفل القدم وبين الأصابع ولا بأس إذا أصاب الماء الجانب الأيمن اشتركوا في القناة وبهذا تكون أنهيت الغسل الترتيبي ثانياً كيفية الغسل الارتماسي قبل أن تبدأ الغسل الارتماسي يجب أن تعلم لأي سبب تغسل مثلاً بسبب الجنابة أو مس جسد الميت أو كليهما ولا حاجة لذكر النية شفوياً فقد تكتفي المعرفة بسبب الغسل ثم تغطس بكامل بدنك في الماء مرة واحدة وبهذا تكون أنهيت الغسل الارتماسي يجب أن تكون الكماgnب الأيreu حلوكاً تبعيز الش Saturday ما اشارب حلوكاً